السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة مصمام التعليمية النهاردة هنكمل مع بعض اخر جزء من يونت سيفن ان شاء الله اشرحه معكم بطريقة سهلة وبسيطة قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو علشان اللايك بيشجعني ويحمس ان انا اكمل معكم وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على علامة القلة علشان يصلكم اي فيديو جديد انا بنزله يلا نبدأ مع بعض اذا مش شافين معايا ده السر النهاردة بعنوان writing project يعني كتابة مشروع نبدأ كده زي ما متعودين مع بعض باهم الكلمات اول كلمة معايا first day first day يعني اليوم الاول اليوم الاول بقول عليه first day first day يعني اليوم الاول طيب اليوم الثاني بقول second day second day second day معناها اليوم الثاني طيب عاوز اقول اليوم الثالث بقول third day third day third day يعني اليوم الثالث واليوم الرابع اسمه fourth day fourth day يعني اليوم الرابع وهكذا تمام طيب الكلمة اللي بعدها عندي كلمة nervous 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 معناها متوتر او عصبي متوتر او عصبي معناها حقيبة الظهر معناها اين حقيبة الظهر اللي هي الشنطة يعني اسمها باك 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 اوكي طيب بوابة معناها جيت جيت يعني بوابة مدينة تاون 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 يعني مدينة طيب وعندي الحي المجاور الحي المجاور او المنطقة يعني المجاورة اسمها ايه اسمها نيبر هاد نيبر هاد معناها المدينة المجاورة او الحي المجاور شو ستور شو ستور شو ستور معناها محل الاحزيم شو ستور شو ستور جاس كارز جاس كارز يعني سيارات تعمل بالغاز طيب بعد كده نيبر 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 معناها الجار الجار اسمه نيبر 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 طيب هنا الكهرباء electricity بقول electricity او بقول electricity 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 معناها الكهرباء pants 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 اللي هو البنطلون kind 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 معناها عطوف بعد كده هنشوف التصريفات الافعال المنتظمة وغير منتظمة عندنا فيه البرزنت في المدارة cry 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 معناها يصرخ الماضي cried 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 شايفين معي؟ هزفنا هنا الواي وحطينا مكانها ايه ونحط مكانها اي اي دي وده في زمن الماضي حد كان سألني قبل كده ايه ال اي اي دي احنا في زمن الماضي الفعل في نهايته بنحط له اما دي او اي دي او اي اي دي وكل حاجة لها شروط ال اي اي دي بحطها لما يكون الفعل في زمن مدارع بينتهي بالواي زي ما شايفين معايا كده عاوز احاوله لزمن الماضي فبالتالي الواي لو قبلها حرف ساكن بحزف الواي وحط مكانها اي اي دي طيب الواي قبلها حرف متحرك زي كلمة play قبلها الواي قبلها حرف متحرك كل اللي انا هعمله هحط بس اي دي تمام يعني مش هحزف الواي ده لو قبلها حرف متحرك زي ما شرحت في فيديو سابق طيب هنا remember 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 معناها يتذكر الماضي منه remembered 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 remember معناها تذكرا stay 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 معناها يقيم او يبقى الماضي state 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 يعني بقى او قامة carry 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 معناها يحمل الماضي carry 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 تمام? طيب هنا دي افعال غير منتظمة. هنا في المدارة عندي كلمة معناها يلبس او يرتدي الماضي زيها بالظبط. الماضي يعني زهبة. ده معناها يتحدث. يعني تحدثة. يقود او يسوق. هنا عندي الماضي معناها قادة او ساقة. طيب التعبيرات المهمة هنا بيقول it was fun. it was fun. يعني كان الامر ممتعا. start school. start school. start school. start school. يبدأ الدراسة هنا stay at home. stay at home. stay at home. معناها يبقى في البيت. تاخد حرف الجر at. at. هنا play with. play with. play with معناها يلعب بي. on saturdays. on saturdays. on saturdays. on saturdays. معناها في ايام السبتة. اخد حرف الجر on. طيب هنا يعني اي يقوم بمشروع. do a project. do a project. يعني يقوم بمشروع. do a project. طيب. as much as possible. as much as possible. معناها بقدر الامكان. as much as possible. بقدر الامكان. هنا find out. find out. find out. find ايه? اوت. معناها يكتشف. much cleaner. much cleaner. much cleaner. معناها اكثر نظافة. shopping area. shopping area. shopping area. shopping area. معناها منطقة التسوق. اسمها ايه? shopping area. يعني منطقة التسوق. نشوف هاي اللي بعضو. my first day of school. my first day of school. يعني اليوم الاول ليه في المدرسة. او يوم الاول في المدرسة. من اللي بتكلم ده? يونس. صديقنا مين? صديقنا يونس. بيقول ايه? صديقنا يونس. بيقول ايه? انا اتذكر. my first day of school. انا اتذكر اول اليوم ليه في المدرسة. i was six years old. انا كان عندي ست سنوات. and i lived in aswan. وانا عشتي في اسwan. i was very nervous. يعني انا كنت متوتر جدا. i liked staying at home. انا احب ان ابقى في البيت. شايفين معي هنا الفعل. هنا عندي الفعل ده. الفعل ده في زمن الماضي. هنا ضف في النهاية الفعل اصلا بينتهي بالي. وعاوزين نخليه في زمن الماضي. فبالتالي احنا ضفنا ايه? ضفنا ادي بس. تمام? طيب شايفين معي هنا بيقول يعني انا احب هنا شايفين معي الفعل ده هنا في ايه? في ايه? في ايه وانتي قلت قبل كده اني لازم هنا الفعل عشان يكون في ايه لازم قبله يكون في وهنا ما فيش قبله. ليه حطت الفعل ايه? هو هنا حطت الفعل علشان جاي بعد جاي بعد ايه? والفعل لما بيجي بعد بنحط له ايه? بنحط له ايه? يبقى دي معلومة عرفناه النهاردة ان بعد لايك بنحط للفعل اي انجين. بيقول انا كنت بحب او انا احب يعني ان انا ابقى في البيت. with my family. مع عائلتي. I wanted to play with my toys. يعني انا اريد ان العب مع العابي. I didn't want to go to school. انا لا اريد الذهاب الى المدرسة. برضو حد هيجي يقوم ليامس هنا الفعل جو. الفعل جو في زمن الماضي هو مبدلهاش وحط مكانها went. احنا قلنا went في زمن الماضي. اول حاجة زي ما شافين معايا هو بيقول ايه? I didn't want to go. احنا عارفين ان did بيجي بعدها فعل في المصدر. وهنا جايب want معناها يوريد في المصدر. بعد want استخدمنا ايه? استخدمنا to. و to بيجي بعدها الفعل في المصدر. يعني انا لو كنت هحط هنا و انت علشان بتكلم في زمن الماضي. فانا مش هحط هنا و انت علشان هنا انا استخدمت حرف الجر to. و to بيجي بعدها الفعل في المصدر. فهنا بيقول I didn't want to go to school. انا لم اريد الذهاب الى المدرسة. بيقول ايبوتن انا اضع. بيقول ابلو تي شيرت. يعني بيقول قميص لونه ازرق. هنا بيقول او بانتلون اللي هو يعني لونه رماضي. طب حدا هيقول ليه هنا كمان يا ميس مش بتقولي بانتلون يعني هو حلبس بانتلونين. لأ عندي كلمة البانتلون لما بلبسه بيكون في كم? بيكون عندي او رجلين يعني اتنين. مش بلبس انا فردة وفردة تاني ما بلبسهاش. لأ بلبس اللي تم مع بعض. فبالتالي بقول pants. فالكلمة بتكون فيها في النهاية اس يعني بتكون جامعة. and black shoes. وايه وحزة لونه اسود. I carried my backpack. يعني انا حملت الحقيبة بتاعتي. mom and I يعني ماما وانا وقت. شايفين معي الفعل هنا في الماضي? to school. هل اتماشى للمدرسة طبعا هنا الفعل في الماضي? at the school gate. يعني في بوابة المدرسة عندي كلمة gate. انه معناها بوابة. I wanted to cry. انا اردت الصياح. I said goodbye. يعني مع السلامة. and I walked into that classroom. وهو بتمشى لي الفصل بتاعه. the teacher المعلم asked me to sat next to a boy called marawan. يعني المعلم طلب مني اني انا اجلس بجوار يعني ولد اسمه marawan. the teacher was very kind. المعلم كان عطوف جدا. we studied math. يعني بيقول احنا درسنا math. and played games. we لعبنا العاب. it was fun. يعني كانت ممتعة. the next day اليوم اللي بعده. I wasn't nervous. يعني انا ما كنتش متوتر. I was excited. انا كنت متحمس او شغوف. I wanted to see my new friend. انا كنت او انا اريد او انا كنت اريد يعني ان هو يشوف صديقه. الجديد marawan. I wanted to learn math. انا اردت ان اتعلم math. and I wanted to go to school. ويقول هنا ان هو اراد ان يذهب الى المدرسة. نبدأ نشوف كده السؤال بيقول ايه. how old are children when they start school. بيقول كم عمر الاطفال عندما بدأوا المدرسة. طبعا بيكون عندهم ايه. عندهم six years old. تمام? عندهم قدي حكتب كده عندي six years old. تمام? بيكون عندهم ست سنوات. نشوف اللي بعده. طيب بعد كده بيقول look and read. يعني انظروا اقرأ. what is different now in سليم's town. بيقول يعني ايه الفرق او ايه الاختلاف الان في مدينة سليم. هنا بيقول my town then and now. يعني المدينة بتاعتي زمان او في الماضي والان. نبدأ نقرأ مع بعض بيقول هنا. we are doing a history project. يعني نحن نقوم بعمل مشروع تاريخي in school. في المدرسة about our town. عن مدينتنا. we looked at old photos. احنا نظرنا للصور القديمة. we spoke to our older neighbors. يعني احنا تحدثنا الى جيراننا القدمات. find out as much as possible. علشان نكتشف او علشان نعرف اكبر قدر ممكن طبعا. او يعرفوا اكبر قدر من المعلومات تمام? او يعرفوا اكبر قدر ممكن. بيقول هنا. random says الجدة تقول that her mom and dad. يعني مامتها وباباها. like this. يعني بيقول ان هما ساقوا عربيات زي دي. all the cars. كل السيارات were gas cars. كل السيارات كانت تعمل بايه? كانت تعمل بالغاز. طيب او سيارات كلها يعني كانت تعمل بالغاز. they were very noisy. كانوا يعني مزعجين او كانوا بيعملوا ضوضاء جدا يعني او ازعاج. now. الان. we have a car. احنا عندنا سيارة that. التي. uses. بتستخدم electricity. او electricity. بتستخدم الكهرباء and gas. we. الغاز. it's much cleaner and quieter. يعني بيقول ان هي بتكون اكثر نظافة وهدوء. يعني بيقول. our town. يعني مدينتنا. had a shopping area. يعني بيقول ان هي فيها منطق التسوق. but. ولكن. it was very old. لكن هي بيقول ان هي قديمة جدا. dad worked in a show store. بيقول اني بابا كان يعمل في محلة احزية. on third days. يعني في ايام السبت. today. اليوم. we have a big modern shopping mall. بيقول اليوم. نحن لدينا. بيقول هنا ان هو عنده مول تجاري كبير حديث. but. ولكن. i don't like shopping. لكن بيقول انا ما بحبش التسوق. زي ما شايفين معي هنا عندي like. بعدها ايه? بعدها الفيرب في ing. i want to play football. انا اريد ان العب قرة القدم. تمام? نشوف اللي بعده. كده نصيحة بيقول. when we write notes. يعني لما قول عندما نحن نكتب ملاحظات. we use keywords. احنا بنستخدم كلمات مفتاحية او كلمات دلالية او كلمات اساسية. we don't write sentences. احنا مش بنكتب جمل. we can use our notes to plan writing. يعني بيقول ان احنا يمكننا ان نستخدم ملاحظات لكي نخطط للكتابة. تمام? معنى ايه الكلام ده? معنى زي ما شايفين معايا كده هنا بيقول write about your first day of school. اكتب عن اول يوم في المدرسة. ده يعني هم احاوز ان احنا نكتب paragraph. انا علشان اكتب paragraph لازم في البداية اكتكون عندي keywords عندي كلمات مفتاحية او كلمات اساسية او يعني اعمل plan writing او اعمل خطة للكتابة او تخطيط للكتابة. مسلا انا هكتب paragraph عن اول يوم في المدرسة. يبقى هكتب الافكار هطلع الافكار اللي انا ممكن استخدمها علشان اكتب paragraph ده. طيب انا ممكن استخدم ايه مسلا? هو هنا بيدينا كده بعض من الملاحظات. يعني ممكن استخدم six years, nervous, t-shirt, pants, teacher, kind. دي كلها افكار او معلومات انا باستخدمها علشان اكتب paragraph. طيب. لما بعد نشوف هو هنا بيستخدم الكلمات دي ازاي? اول حاجة قال. انا اتذكر اول يوم ليه في المدرسة. ايه سيكس. years old. هو استخدم هنا شايفين? six years. هو بيقول i was six years old. and i put on a green t-shirt and black pants. شايفين معي استخدم كلمتين دول هنا. i was very nervous. يعني انا كنت متوتر جدا او عصبي جدا. ذا شايفين معي الكلمة استخدمها? the teacher was very kind. المعلم كان عطوف او عطوف جدا. i liked my school. انا احب مدرستي. it was fun. يعني انها ممتعة او انها كانت ممتعة. شايفين معي طبعا هو من خلال الكلمات اللي هو من الديهاني دي او الافكار اللي انا طلعتها علشان اقدر ان انا اكتب paragraph او ان اكون جملة. انا استخدمت كل الافكار دي في كتابة ايه? الparagraph بتاعي. تمام? نشوف اللي بعده? هنا جايب choose the correct answer. اختر الكلمة الصحيح. how نقطة are you? I'm nine years old. يعني انا عندي تسع سنوات. يبقى لما حد يسألك يقول لك عندك كم سنة بتقوله عندي تسع سنوات. يبقى انا هقول how old are you? لبقى انا هختار هنا old. children start school. when they are او الاطفال بيبدأوا المدرسة عندما هما بيكونوا عندهم الديه? طبعا six. I like staying at home. تاخد حرف القرر قلنا ات. I put on. قلت ايه? put on upload t-shirt. we studied هنا بيقول at school. ايه? بلدل صبعا ماس اللي هو الحساب. we try to find out as. اقول as much as. on my first day at school. يعني بيقول في اول يوم في المدرسة اللي ايه? I felt. انا اشعر بي ايه? او انا شعرت بي ايه? انا شعرت. اقول nervous. يعني بتوتر. we are doing a history project. هنا cars use electricity and gas. السيارات بيقول يصدهم بالكهرباء والغاز. طبعا عندي modern car. هقول عندي modern cars. the school is very big. the school a. بيقول كبيرة جدا. the school gate. يعني بوابة المدرسة. I carried my. بيقول to school. هقول back back. اللي هي حقيبة الظهر. read and match. I like staying at home. انا احب ان انا ابقى في المنزل. هقول with my family. مع اسرتي. هاختر هنا c. I carried انا احمل ايه? هقول my backpack. حقيبة المدرسة بتاعتي to school. هاختر هنا ايه? we studied math. يعني احنا بندرس او درسنا الماس. هقول عندي and play games. we لعبنا العاب. فهاختر هنا. we looked at. هقول old photos. يعني احنا نظرنا للصور القديمة. هاختر هنا b. تمام? السؤال اللي بعده. اقرأ دي خلاص احنا قرأناها. هنحل على طول. الكاتب يعني كان ايه? هقول very nervous. الكاتب هو قصده على الولد. تمام? هقول هنا عندي nervous. اللي هو متوتل او عصبي في اول يوم في المدرسة. هقول ايه? طبعا هو قال ايه? blue t-shirt. شايفينها معي فين اهي? شايفين blue t-shirt. يبقى هاختر عندي blue t-shirt. how did the writer go to school? ازاي الكاتب بيروح المدرسة? شايفين بيقول ايه? mom and i walked to school. يبقى انا هقول ايه? he walked to school. اللي هو بتماشى للمدرسة. what is the writer study? كان بيدرس ايه? هقول ايه? math. تمام? طيب. بعد كده هنا في write a paragraph. في اكتب paragraph. وهنا مدينا كده بيقولك اكتب 18 كلمة ومديك كلمات مفتتاحية. your first day of school? how old were you? يعني بيقول كم عمرك كان? عمرك كان قد ايه? طبعا انت بتستخدم الاسئلة دي بتجاوب عليها. من خلال اجابتك للاسئلة دي انت حتكون جمل. يعني مش هتكتب الكلام ده في ال paragraph. لأ دي اسئلة الاسئلة دي انت حتجاوب عليها. يعني هتقول مسلا I remember my first day of school. انا اتذكر مسلا اول يوم مني في المدرسة. هتقول هنا بيقولك how old were you? طبعا بتتكلم في صيغة الماضي. هقول I was six years old. انا كان عندي ست سنوات. how did you feel? انت كنت بتشعر باي? I was very nervous. انا كنت متوتر جدا. what did you wear? انت كنت لابس ايه? I put on a blue shirt. او brown. او ممكن تقول red shirt. على حسب زي اللي انت بتلبسه في المدرسة بتاعتك. did you like your first day? هل انت بتحب اول يوم? هنا هتقول هل اليوم ده كنت بتحبه? ولا ما كنتش بتحبه? بعد كده هنبدأ هنحل مع بعض اكتيفتيز انشطة على الوحدة السبعة. اول سؤال بيقول listen and write. يعني استمع واكتب. ده السؤال الخاص به listening. الوقتي انا هقول الفقرة وحضراتكم هتركزوا معي كويس جدا جدا. وهتبدأوا من خلال اللي سمعتوا معايا تحلوا الاسئلة دي. تمام؟ يعني نبدأ مع بعض. humans can live almost anywhere but we often look for three things climate water and soil. people like a temperate climate people like a temperate climate somewhere that's not too hot and not too cold. مراتانيا humans can live almost anywhere but we often look for three things climate water and soil. people like a temperate climate somewhere that's not too hot and not too cold. نبدأ كده نحل مع بعض الاسئلة. number one بيقول humans can't live anywhere. هقول ايه؟ هقول كده F false. طيب. people like a temperate climate. الناس بتحب المناخ المعتدل هقول طبعا هنا true. اجابة صحيحة. هكتب كده true. people often look for climate water and soil. الناس غالبا بتبحث عن المناخ والمية والتربة true. اجابة صحيحة. a temperate climate is too hot. طبعا اجابة النفوس. لان هو بيكون not too cold. كمان not too hot. تمام؟ طيب. هنا بعد كده بيقول read incomplete. هنا جايب crops. محاصيل. weather, tax, river, نهر. neighbors اللي هما الجران. we live near the. نحن نعيش بالقرب من ايه؟ هقول من river اللي هو النهر. and there are lots of trees. يقدر كثير من الاشجار all around us. من حولنا. بعد كده بيقول the note is nice. هقول اهل جميل. the weather is nice. يعني التقصي جميل. and our. هقول neighbors. يعني we are very friendly. يعني جرانا عطفين او ودودين. فحاختار هنا. the number three. we grow a lot of. هنا هقول crops. احنا بنزرع. بيقول نحن نزرع الكثير من المحاصيل. المحاصيل. فدي number four. تمام؟ هنا بعد كده. I can't drink that tea. انا لا استطيع ان اشرب هذا الشاي. it's too. هقول hot. انه ساخن جدا. we not football yesterday. بيقول نحن ايه قوة القدم بالامس. هقول we play. طبعا هنا الجملة في زمن الماضي. في yesterday. فجملة في زمن الماضي. فبالتالي احطي الفاعل ايدي. people like الناس بيحبوا. هقول temperate climate. يعني مناخ معتدل. the night is the longest river. uh moral is. عندي كلمة moral. معناها العبرة او القيمة اللي احنا نتعلمها من الشيء او من القصة دي. فانا عندي is the. هقول value. the mouse. هنا بيقول a hole in the ground. هقول ضج يعني الفار. حفر حفرة في الارض. تمام? بعدهم. i wasn't nervous. يعني يقول انا مش متوتر. هقول هنا but. ولكن i was excited. طار هنا be. farmers sell. يعني الفلاحين بيبيعوا. هقول their crops in the market. المحاصيل بتاعتهم في السوق. هختار هنا seem. this man is. هذا الرجل. هقول is too tired. يعني تعبان جدا. او متعب جدا. هختار هنا d. we can catch. يعني نحن نستطيع ان نلحق. هقول at train at eight. يعني الكطاب بتاع الساعة الثامنة. فهختار هنا a. شوفي اللي بعده. read the tickets. اقرأ الناس and answer the questions. يعني يجاوب على الاسئلة. last week الاسبوع الماضي. i visited my friend in Cairo. انا زرت صديقي في القاهرة. i traveled by train. انا سافرت بالقطار. the weather was very hot. التقسي كان حر جدا. there were many cars. يوجد او كان يوجد العديد من السيارات. and the noise was loud. والضوضاء بيقول كانت عالية. stayed in his house. انا زليت او بقيت في البيت for two days. لمدة يومين. cairo is exciting. يعني القاهرة بتكون مثيرة او مدهشة. i thanked my friend. انا شكرت صديقي. i went back to my village. انا رجعت لي القرية in the evening. في المساء. number one. هنا بيقول i visited my uncle in Cairo. انا زرت عمي في القاهرة. my uncle. لا غلط. هقول my friend. فهنا الاجابة هقول false. there were many cars. يوجد او كان يوجد العديد من السيارات. هو قال كده فعلا. فالاجابة دي true. Cairo isn't exciting. لا هو هنا قال كايرو is exciting. تمام? فدي false. هنا بيقول how did you travel to Cairo? كيف بيقول يعني ان هو زهب او صافر للقاهرة? by train. بالقطار. طيب هنا when did you go back to your village? امتى رجع للقرية بتاعته? هقول فين? هقول عندي in the evening. في المساء. تمام? نبدأ كده نحل السؤال الترتيب. هقول where do you you live? وحط في الاخرى علامة الاستفهام. هقول this ice cream. هقول is too cold. وحط نقطة. طيب هنا هقول I remember. يعني انا اتذكر. will my first day of school. وحط هنا نقطة. طيب. ده كده طبعا هنا write a paragraph. طبعا حطيه البراجراف الواحدينة. بتكلم عن ايه? يعني الحياة في المدينة. طيب الكلمات اللي احنا هنستخدمها. الارشادية عندي افضل معناها يعني سيارات معناها الضوضاء. طيب السؤال الاخير عندي طبعا اول حاجة هاو. وعندي كلمة وفي الاخر هحط هنا ايه طبعا نفسه قال هحط علامة الاستفهام. نكون خلصنا مع بعض النهاردة بالكامل. اتمنى اكون قدرت اتقافتكم لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير وسابسكرايب. ترجمة نانسي قنقر